معينا عامل صبحي احنا ما شو الله حالة التهاب عصاب ترفية وقدم سكري وكانت رجلين مفتوحة وكانت خلاص هنبطر الرجلتي خالص كان جرح مش نظيف وكان فيه انفكشن وكانت رحته صعبة جدا والحمد الله افل زي ما احنا شايفين في الفيديو احكي لهم انت عامل صبحي اللي حصل بقى والكلام اللي اتقلت طبعا انا باتر الصوابع الخمسة بتوع القدم اليمين ولما كنت في البلد وكده كنت حسيت ان الرجلية التانية هتخش زي هتعمل زي الرجل اليمين وهتخش بقى بدأ يبقى فيه سواد في الصوابع وكده وبدأت فخفت اللي حسن يحصل نفس اللي حصل في الرجل اليمين فطبعا لما سمحت انا الدكتورة رانية فجيت على طول هنا وبدأت معها جلست على طول بدأ الجرح في رجل اليمين ده بدأ الانسجة المهيدة كلها واجعت الحمد لله وبدأت تكون هانسجة جديدة والحمد لله بدأ الجرح يلم كمان الرجل اليمين بدأ للتهاب اللي كان فيها للتهابقى الرعيب للتهاب لدركة اللي ممكن تتقدر احرك في الصوابع دلوقتي شوف حضرتك الصوابع بتتحرك الحمد لله بدأ للتاني خف نسبة الصمار اللي كانت في بعض الصوابع برضو بدأت تخف والحمد لله وده بفضل الدكتورة رانية طبعا الحمد لله بعد ربنا ونكمل معها ان شاء الله الحديدنا احكي لهم بقى على الجرح ده عملنا فيه ايه وسبح ده موال والله بالنسبة للجرح لانه كان شاكله فضيعه بعدين ما كانش لونه احمر كده كان لونه كان عميد من جوه